افاد بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت ان المستوى السياسي الاسرائيلي قرر بعد تقييم للاوضاع اجراه بينت مواصلة الجهود الرامية الى اجلاء الاسرائيليين من اوكرانيا ضمن مجموعة قرارات اخرى في ظل الحملة العسكرية الروسية على اوكرانيا هذا ووصل في وقت متأخر من مساء الخميس اربعون طالبا عربيا من البلاد يدرسون في اوديسيا الاوكرانية الى ملدوفا بمساعدة من وزارة الخارجية الاسرائيلية كما وقامت الصفارة الاسرائيلية في اوكرانيا بالتعاون مع دبلوماسيين اسرائيليين من الدول المجاورة بمساعدة المئات من الاسرائيليين العالقين في اوكرانيا حيث تم تسيير ثلاث حافلات من مدينة ليفوف الى بولندا كما واجتاز نحو خمسمائة مواطن اضافي الحدود الى دول اخرى وفي سياق متصل قالت مصادر في وزارة الخارجية الاسرائيلية ان الوزارة تفحص امكانية الطلب من طاقم سفارتها في اوكرانيا بالانتقال كليا الى بولندا في حال استمرت العملية الروسية اشتركوا في القناة